هذا ونعت الحكومة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم وخلال اجتماع طارئ بحضور محمد مخبر النائب الأول لرئيس الراحل ورئيس البرلمان وسلطة القضائية أوضحت الحكومة الاستمرارة في إنجاز مهام السلطة التنفيذية بشكل كامل كما أعلنت الحكومة تشكيل ست لجان متخصصة لمتابعة إدارة تشؤون البلاد خلال الفترة الحالية عقب وفاة الرئيس تتجه الأنظار إلى الدستور الإيراني لمعرفة ماذا ينص عليه في حال شغور منصب الرئاسة في البلاد وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إثر سقوط مروحيته بالقرب من حدود أزربيجان تاريخيا واجهت إيران فراغا رئاسيا في مناسبتين الأولى في يونيو عام 1981 عندما قرر مجلس الشورى تنحية أول رئيس للبلاد بعد الثورة وهو أبو الحسن بني صدر لعدم الأهلية السياسية وتقرر سيناريو ذاته في العام نفسه عندما اغتيل خلفه الرئيس محمد علي رجائي بتفجير حقيبة مفخخة وتنص المدى 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة وحاليا يشغل المنصب محمد مخبر داسفولي أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس مسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى بعد ذلك يتم تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باكر قلبافة ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسين إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون خمسين يوما هي إجمال المدة الانتقالية خالية